السلام عليكم وعلى وسهلا بكم فيديو جديد فيديو النهاردة هنشرح طريقة ناقل محادثات الواتساب من جهازك الايفون لجهازك الاندرويد بدون برامج وبدون كمبيوتر وبدون وصلات قبل ما نبدأ الفيديو هنصلى على سيدنا محمد اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد دلوقتي انت معاك جهاز ايفون وشتريت جهاز اندرويد جديد وحابب انت تنقل كل المحادثات اللي موجودة عندك على الواتساب في جهازك الايفون لجهاز الاندرويد بما فيها المحادثات ديت بيبقى فيها صور مثلا فويز رسائل مهمة انت عايزة فتنقلها كلها زي ما هي على جهازك الاندرويد اول حاجة هتعملها هتدخل كده على الاعدادات بعد كده هتدخل على الدردشة في جهازك الايفون بعد كده هتنزل تحت كده واته هتلاقي نقل الدردشة الى جهاز الاندرويد هندوس عليها كده دوسة بعد كده هندوس على بد كده هيبدأ انه هو يعمل لك نقل للمحادثات ديت ولازم تكون متصل بشبكة الواي فاي هي هي اللي انت متصل بها على جهازك الاندرويد يعني انت عندك على جهازك الايفون تكون متصل على شبكة الواي فاي اللي هي موجودة عندك ونفس الشبكة في جهازك الاندرويد يعني تبقى متصل على شبكة الواي فاي في الجهازين هي شبكة واحدة عشان تتم عملية النقل ديت بنجاح زي ما انتوا شايفين كده اوات متابعة على هاتف الجديد هندخل كده على جهاز الاندرويد وحندوس على الموافقة والمتابعة وبعد كده هتكتب الرقم من هاتف بتاعك اللي انت نقلت من عليه محادثات الواتساب اللي هي موجودة عندك على جهازك الايفون وبعد ما هتدخل الرقم من نوات هيجي لك كود كده هتفرسالة من 6 ارقام هتدخلهم لتأكيد الرقم بعد ما كتبنا كده الرقم وأكدنا الرقم على جهاز الاندرويد هندوس على المتابعة بعد كده هندوس على سماح هندديله سماح تاني هنا زي ما انتم شايفين في جهاز الاندرويد بيبدأ انه يعمل بحث عن نسخة احتياطية طبعا جهاز الاندرويد دا وتحيبقى جهاز جديد مثلا ما كانش عليه واتساب قبل كده فمش هيلاق نسخة احتياطية موجودة عليه هنسيبه العملية دي هتتم لآخر لغاية لما يجيب لك انه لم يتم العصور على نسخة احتياطية بعد ما بيجيب لك لم يتم العصور على نسخة احتياطية هنا هيقول لك اكتب الاسم بتاعك هتدخل هنا الاسم بتاعك وبعد كده هتدوس على التالي هيبدأ كده تطبيق الواتساب انه هيفتح معاك ويشتغل هنسيب الجهاز لغاية لما يفتح زي ما انتم شايفين هو تفتح معنا تطبيق الواتساب بكل البيانات اللي كانت موجودة عندنا على جهاز الايفون كل المحادثات بكل الصور اللي كانت موجودة على جهاز الايفون في الواتساب هتلاقيها رجعت عندك هنا موجودة على جهازك الاندرويد وما خسرتش منها اي حاجة بدون ما توصل جهازك الايفون او الاندرويد دوهت بالكمبيوتر او مثلا انت تنزل تطبيق بيبقى مدفوع عشان تنقل المحادثات دية ده بشكل مجاني لانت تقدر تنقل المحادثات كلها الموجودة عندك على جهازك الايفون على جهاز الاندرويد بشكل مجاني وبدون برامج وبدون كمبيوتر لو عجبك الفيديو واستفدت منه ياريت تدعمنا بلايك وتشارك في القناة وشكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي